صحفيين اليوم حول العالم بمواجهة يومية مع وابئ كورونا فالصحافة المطلوب منه يكون بساحة المعركة وقت الحرب لينقل الخبر كمان بزمن الأوبئة مطلوب منه يكون بموقع الحدث لينقلنا الصورة فكيف الصحفيين اليوم عم بواجهوا الخطر لينقلوا الخبر لنعرف عن طبيعة عملهم بهالفترة بينضم لقلنا عبر سكايب ياسبك وهبي وهو صحافة وأستاذ جامعي مرحبا ياسبك مرحبا سيران بتشرف أنيكون معكم بتيفي سات سيفن بهالمقابلة ياسبك طبيعة شغل الصحافة هو أنه يكون بموقع الحدث ولو كان هذا الحدث بشكل خطر على حياته وأنت مش أول مرة بتكون فيها بموقع الخطر سبق أنه غطيت حروب وصورات وانفجارات بس هيدا يمكن أول مرة بتغطي فيها انتشار وباء عالمي اليوم كيف اختلف التغطية الصحفية بزمن كورونا طبعا مثل ما بيقول المثل الاحتياط هو واجب والاحتياط هو أساس بقى نحن فيه أمر من الإدارة أنه ما ننزل أبدا على الأرض إلا ما نكون يعني مثل ما بيقوله فول إكبت يعني نحن في هالثياب الواقي والحامي اللي اسمها PPE هيدا مجبورين أنه بس نكون راحين على أي مستشفى أو على أي أماكن فيه احتمال ولو واحد بالمية يكون فيها أي من المصابين أو أي من المشكوك بإصابتهم مننزل على الأرض ومنكون لابسين هيدا من فوق لتحت إضافة طبعا للقفزات وللكمامات ودايما يعني منحاول أنه نحطات وأصلا بالإدارة يعني نحن بالتليفزيون مجهز التليفزيون كل مرة بالأسبوع عم بيكون فيه التعقيم داخل المحطة وبغرفة الأخبار وبالستوديوات وعلى مدخل المحطة نحن وفايتين ونحن وظاهرين نتعقم يعني هيدا من أبسط الأمور اللي بتفرضها المؤسسة اللي نيني للإرسال الانترناشنال اللي أنا بتشتغل فيها وطبعا في الحماية الشخصية اللي أنا بيهتم فيها ببيتي يعني زوجتي بتهتم بس أصل على البيت لأنه ما بده يكون فيه شيء من سميمه كابرة أو شوفة حال أنه آه ما شيء وبسيطة ونحن بعضنا صغار وهذا ما بيصيب إلا كبار السن أو إلا ما بيصيب إلا الناس اللي عندهم أوراد مزغنة لا هيدا بيصيب كل الناس وما خص إذا كان غني أو فقير وما خص إذا كان صغير أو كبير بس الخوف اليوم بيختلف عن تغطية غير أحداث يعني بالحرب أنت بتكون خايف على حالك بزمن كورونا بتخص أخاف أنه تنقل عدوى لبيتك زيد الخوف هلأ كيف عم تتعمل مع عائلتك بالبيت طبعا يعني أنا أصلا عندي حالي خاصة بالبيت عندي ابني عنده مشاكل صحية دقيقة بالقلب وبالرئتين بقى كتير حريص وبنتبه ويعني حوالي يعني ما 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 بكون كاذب إنه قول إنه من شهر ونص ما بسته بوصي لابني ما سلمت عليه حتى زوجتي وبنتي كمان ما بدل بعيد عنه نقدم فيي لأنه هني بقين معه كل النهار بقعد معهن كون بعيد عنهن بس أظهر أنا أصلا بالنهار العادي كمان كما مات وكفوف وتعقيم كل الوقت حتى بنضمن شغلنا بالل بي سي حتى رغم كل شي عمنا عمله مثل ما قلت إنه الوقاية أساسية لأنه اطلعت كثير صراحة كثير اطلعت على هالموضوع وزوجتي كمان اطلعت وقرينا كثير بلبنان بالعالم بالدول العربية بأوروبا كيف فينا كل الدراسات كانت تقول إنه الوقاية 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 هي أهم شي وهون النقطة الأساس قدي سعب الوضع اليوم يزبك عم تقلي إلك أكتر من شهر مش مقرب على ولادك وعلى زوجتك قدي هيدا كمان ضغط نفسي زيد هالفترة صحيح يعني حتى لو يعني أنا لأني عم بظهر عم بظهر من بيتي أربع مرات أو خمس مرات بالأسبوع طبعا يعني هلأ بس من ثلاثة أيام تنزلنا على الأرض المشكلة إنه يعني غير محلات عم نروح بس على استوديو بس على الأرض هي بتبقى أخطر شوي لأنه بستوديو معروف عدد قليل نتلاقى فيه بقسم الأخبار كل زملائنا أخذين الإحساسات كل زملائنا عم يخضعوا للتعقيم والبقاية بس بالشارع منشوف أكتر من حدا يعني ولكن أنا حتى بالشارع عم يكون كتير دقيق بطريقة تتعاطي مع الناس الآخرين لأنه دايما دايما وأهم شيء بهالوباء وباء الكورونا الإنسان بده يفكر أنه هو منصاب وغيره يمكن يكون منصاب مش مبلش بالغير أنه غيري منصاب أنا بدي فكر كمان أنه أنا يمكن كون منصاب بالاحتياطات واجبة الوقاية واجبة والالتزام فيها ضروري وبندون أي مكابرة أو شوفة حال أبدا يزبك اليوم نعرف قد المستشفيات عم تاخد تدابير وقائية لتحمل العاملين داخل مستشفى وبنفس الوقت السحفيين كمان إذا كانوا حابين يغطوا خبر معين بس بحل مستشفى اليوم تسمح لك أنه تفوت وتقابل مريض كورونا شو بيكون موقفك تجري هالمؤابلة أو لا طبعا المستشفى ما رح تسمح هاي أول شيء نحنا عم نفترض اليوم ما بفوت أنا ما بفوت قابل مريض كورونا لأ عندي ظروفة اللي بتفرض علي يعني حرصا على صحة عائلتي وبعدين على صحتي وأصلا المؤسسة ما بتطلب هذا الشيء بعدين المستشفيات كلها ملتزمة أبدا يعني اللي عم بفوتوا أصلا عم بفوتوا فول إكويبت بس وحتى الطاقم الطب اللي عرفنا يعني فيه أشخاص محددين بفوتوا مش كل الطاقم بفوت لهذا السبب يعني مثل ما هن عم بيح يحموا حالا وعم يتوقوا حالا كمان أكيد رح يتوقوا الصحفيين طبعا إذا مقابلي على التليفون مقابلي عبر سكايب ما في مشكلة ولكن أنه نفوت لجوه أصلا يعني ما حدا بيقبل لا المستشفى بتقبل ولا ولا الإدارة المؤسسة بتقبل ويمكن أحيانا المرضى حتى لو وافقوا المرضى هذا لأنه فيه ناس بيقوم مصابين إنما بصحة تمام وممتازة بس أبدا 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 نحنا ما المؤسسة بترفض تعريض أي شخص فيها يعني إمكانية صغيرة للإصابة نعم منلاحظ دايما أنه الصحفيين عندهم اندفاع للخبر أو الاسكوب يمكن بعد فيه هيدا الاندفاع عند الصحفيين اليوم ولا وباء كورونا خلى الصحفي يرجع لغريسة الحياة الأولى عند الإنسان لأ طبعا يعني بعد فيه ناس جارئين وفيه جرأة وفيه زملاء لقلنا يعني عندنا زميلتنا ريمي أكثر من مرة دخلت على المستشفى رفيق الحريري ولكن ضلت خارج يعني على مدخل اسم الجناح الكورونا دخلت أكثر من مرة على الطائرات اللي كانت جاية من برة زميلتنا نادا اندراوس كمان فاتت على طيارة مرة ولكن بكامل الاحتياطات حتى الصحافي اللي بدو ينزل على الحرب وقت اللي بيكون حاطة درع وخوزة ومنتبه يعني عم يعمل قد ما فيه وقاية نحنا هيدا هذا الشيء المطلوب مننا أساس أنه نحنا نعمل وقاية وسعتها الباقي على الله بس أنه نكون نحنا مش أنه بيقول المثل اللبناني أنه حطها لك بوكرت بابير وقول على الله التدبير لا نحنا بدنا نكون اخدين حمايتنا الكاملة بعدين شو ما أجع من الله منيح بس حماية حماية كاملة يعني مش بس أنه حطاية كمامة كمامة وقفزاته بدلة كاملة وهيدا البدلة بنشلحها ومنكبة هي والكفوف والكمامة وضغرة بس نرجع على باعتنا نتحمم ويمكن ما يكون في نصف بالمية احتمالة الإصابة ولكن هيدا الإجراءات البيقائية مطلوبة نعم شكرا لك ياسبيك انتبه على حالك ويعطيك ألف عافية شكرا لك أنا بشكركم كثير كلك زوء شكرا للكون إليك سيران ولإدارة ساترة